طيب دلوقتي أنا عايز أقول معلومة أو بالأصح تحذير للناس اللي ما بيحبوش يفتروا فيه ناس كده بيحبوش يفتروا وقال لك سنة بشرب قهوة ومش عارب في ايه وبتاله الناس اللي ما تحبش تفتر حتى الأطفال فيه أطفال تحبش تفتر بيكونوا عرضة لقدر الله لقدر الله على الجميع يعني بتكونوا عرضة لاحتمالات الإصابة بالاكتئاب مرتين أكتر من الناس اللي بتفتر وعرضة للإصابة بنوبات القلق أربع مرات أكتر من الناس المنتظمة في الفطور الفطار وشوفوا بقى ده هنا روعد بقى العادات الشعبية الجميلة الفطار لازم يكون غني بالبروتينات وهنا البروتينات اللي من منشأ نباتي جميلة زي الفول مثلا والطعمية ما التعمية بتتعامل من الفول برضا يكون فيه جبنة يكون فيه خضروات اللي هي زي السلطة والحاجات دي كلها يكون غني بالكربوهايدريت زي أنواع العيش المختلفة الفطار الحلو ده كويس ده كده كويس وعلى فكرة علاقة الطعام يا جماعة بالحالة النفسية يعني الجزء اللي احنا بنكلم فيه دلوقتي مع حضراتكم محور اهتمام كتير جدا من الدراسات على مستوى العالم كله في آخر عشرين سنة منها مثلا دراسة أكدت أهمية الأحماض اللي هي الأوميجا ثري مش أنتوا كتير تسمعوا الأحماض دهنية اسمها أوميجا ثري خلاص الأحماض دي مسؤولة عن جودة وصحة أخشية المخ مش بس كده دي أكدت كمان على قوة الزاكرة بخلاف أن هي بتشتغل طبعا بتقلل الدون السلسية الضارة وكده الدراسات تانية كمان أزهرت انخفاض نسب الاكتئاب مثلا في المدن الساحلية عنها في المدن الأخرى نظرا للاهتمام بتناول الأسماك بشكل منتظم وبالتالي امداد الجسم بمستوى متوازن ودائم من الأحماض اللي هي أوميجا ثري أو الأوميجا السلسية نصائح أخيرة بقى تجنبوا أكل البروتينات بالليل لأنها بتحتوي البروتينات بتحتوي على إنزيم اسمه كيوتين وإنزيم كيوتين ده بيحول جزء كبير أو من الطعام لطاقة وبالتالي بيصاب الإنسان اللي بيأكل بروتين بالليل يصاب بالأرق خلاص اشربوا على قال 6 كبات أو أكتر من المية كل يوم تجنبوا شرب الأهوة على معدة فضية لأنها بتؤدي لهبوط مستوى الجولوكوز بشكل مفاجئ ضوء الشمس من محفزات إنتاج الدوبامين اللي عرفنا أهميته تجنبوا المقرمشات والمشروبات السكرية يعني الناس اللي بتاكل بسكوت وحلويات على الفطار بدل الأكل العادي ده من أخطر ما يمكن فيه ناس كده تقول لك السلام حيب مش أفطر باخد كباية شاي معها بسكوت ده من أخطر ما يمكن وبلاش أول حاجة نأكلها يعني أول حاجة نبتدي أكلنا بها تكون سكريات لأن ده بيرفع مستوى السكر في الدم ارتفاع كبير وبسبب ده الجسم يفرز إنسولين بقوة فيرجع مستوى السكر ينخف التاني بسرعة في الجسم فده بيخلينا وهيخليكي كأم حاسة بالتعب والديء من تصرفات أطفالك عرفنا النهاردة معلومات عن تأثير الأطعمة أو بعض الأطعمة بحالتنا النفسية الكويسة ترجمة نانسي قنقر